موسيقى يكمل من كثير ويقال ان الذي اشار بقتله الوزير ابن العلقمي الوزير ابن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي وكان النصير عند هولاكو قد استصحبه في خدمته لما فتح قلاع الموت وانتزعها من ايدي الاسماعيلية وكان النصير لاحظه هنا نقول له ايها المدلس ايها الظال ايها المفتن يا صاحب الفتن ايها الارهابي ايها المكفر لاحظ انتزع القلاع من الاسماعيلية هولاكو قادة حملة اباده على الاسماعيلية الان هل يوجد واحد من الامة الداعشة من غير اامة الداعشة استنكر ما حصل على الاسماعيلية لا يوجد هل يوجد من اامة الداعشة من حرك هولاكو وقادة الداعشة وحكام المسلمين من كان يعمل تحت امرته هلاكو هو الذي دفع وحرض هلاكو على قتال الإسماعيلية وابادة إسماعيلية نعم هم الذين حرضوا هلاكو على ما فعل بالإسماعيلية هل ارتاح وفرح أئمة الدواعش أئمة التيمية أئمة التكفير أئمة الطائفية والعنصرية هل فرحوا بما وقع على الإسماعيلية لأن هلاكو قد خلصهم من جهة كانت تسبب المشاكل للحكومات الإسلامية وللصراطين المسلمين نعم فريحوا بهذا هل صوروا لهلاكو أئمة الداعشة أئمة التيمية هل صوروا لهلاكو بأنه يوجد ديانة توحيدية يوجد مشترك إلهي يوجد مشترك حق يجمع بين الديانة الإسلامية والديانة المسيحية وديانة هلاكو وديانة المغول وبخلاف هذه الثلاث بخلاف هذا العنصر المشترك بين هؤلاء الثلاثة لا يوجد ما يجمع بين هؤلاء وبين الإسماعيلية فالإسماعيلية الملاحدة يخالفون هؤلاء الثلاثة هؤلاء الثلاثة أديان يجمعه عنوان الحق عنوان الإله عنوان الرب ويخالف كل هؤلاء الإسماعيلية فتكون الحرب ضد الإسماعيلية مقدسة بالتقديس الإسلامي وبالتقديس الصليبي المسيحي وبالتقديس المغولي التتري الهولاكي هل فعلوا هذا نعم فعلوا هذا أعانوا هلاكو دفعوا هلاكو تآمروا مع هلاكو عملوا تحت أمرت هلاكو وشرعوا وشرعوا كل جرائم هلاكو إذن الإسماعيلية الملاحدة الفاطمية أهل الباطن يقعون تحت عنوان الشيعة إذن لماذا تحمل هلاك جميعا ما فعله نصير الدين الطوسي العميل لنقل العميل لهلاكو ألم يفعل هلاكو إبادة جماعية بالإسماعيلية إذن هما ضد هلاكو الإسماعيلية أكثر من قاوم وأكثر المقاومين لجيوش التتار هما الإسماعيلية حصلت فيهم الإبادات وقعت عليهم الإبادات إذن خرج منهم على نحو الفرض خرج منهم أحد العملاء نصير الدين الطوسي إذن لماذا تحمل كل الإسماعيلية كل الشيعة عمالة نصير الدين الطوسي هما نقاوم المحتل المغولي ويقتلوا وأبيدوا على هذا الأساس ونفس الكلام فيه الشيعة بعناوين أخرى وبمسميات أخرى لكن هذا هو التكفير وهذا هو منهج التكفير ماذا يؤسس؟ يؤسس للقتل ولسفك الدماء فلا يمكن أن يأتي بأطروحة بمحتمل يقلل من هذا المنهج التكفيري الذي يسفك الدماء إذن يقول ويقال أن الذي أشار بقتله الوزير بن العلقمي والمولى نصير الدين الطوسي وكان النصير عنده هلاك قد استعصحبه في خدمته لما فتح إقلاع الموت وانتزعها من أيدي الإسماعيلية وكان النصير وزيرا لشمس الشموس ولأبيه من قبله علاء الدين بن جلال الدين وكان ينسبون إلى نزار بن المستنصر العبيدي الفاطمي وانتخب هلاك النصير ليكون في خدمته كالوزير المشير وانتخب هلاك النصير أي نصر الدين الطوسي ليكون في خدمته كالوزير المشير أي مستشار لهلاك فلما قدم هلاك وتحيب من قتل الخليفة التفت يقول فلما قدم هلاك وتهيب من قتل الخليفة وتهيب من قتل الخليفة هون عليه الوزير هون عليه الوزير ذلك فقتلوه رفسا هذه الأسطورة هذه الخرافة التي أشرنا إلى سفاهتها قبل قليل كما أشرنا كيف أن هلاكو قد أذل الخليفة يوجد كثير من الأمور من الاستهانة من الإهانة تعرض لها الخليفة العباسي على يد هلاكو ممكن كل منكم أن يطلع علىها في كتب التاريخ يقول فقتلوه رفسا وهو في جوالق لألا يقع على الأرض شيء من دمه خافوا أن يؤخذ بثأره فيما قيل لهم وقيل بل خنق ويقال بل أغرق فالله أعلم تنبيه سؤال لغير العقول المتحجرة إذا كانت طريقة قتل الخليفة مجهولة لا يعرف أئمة التيمية بها هل كانت بالرفس أو الخنق أو الغرق أو غيرها فكيف إذن علموا بحوارات خاصة ووسوسات خاصة حصلت في جلسات خاصة بين هلاكو ووزيره المستشار الطوسي ومعهما ابن العلقمي وبعض أخصاء هلاكو إذا هي طريقة القتل لم تعلم عندهم فكيف علموا بحوارات خاصة وأترك للعقلاء تصور وتصديق أسطورة خوف هلاكو وتهيبه من قتل الخليفة وهو الذي جعل الخليفة لا يعرف الكلام أمامه لجبروته والإهانة التي حصلت للخليفة والتي قال عنها بن كثير نفسه قال إنه اضطرب كلام الخليفة من هول ما رأى من الإهانة والجبروت ترجمة نانسي قنقر